الصورة اللي أمامنا يا مصريين دي المتفجرات اللي كان الكلب بيجهزها وبيخزنها لصنع كثير من المتفجرات تخيلوا معي اتخيلوا معنا لو الحاجات دي كلها تمت تصنعها واستخدامها في صنع متفجرات لأنه الولد في بيته مخزن كل هذه المواد اللي ممكن تفجر محافظة ممكن كان هيبقى فيه كارثة غير مسبوقة في مكان مكتظم السكان القصة ان هؤلاء الارهابيين وصلوا الى مرحلة فقدان الثقة في انفسهم فقدان الثقة في انهم يكون لهم كلمة بالتالي بدأوا فيه اجراءات اخرى اجراءات البحث فقط ليس عن القوة الخشنة وانما القوة الناعمة الاهداف الرخوة الاهداف الرخوة منها الناس الاهداف الرخوة منها التجمعات بقول انه الزئب المنفرد اللي اتحرك لم يكن منفردا فكريا ولم يكن منفردا تنظيميا وانما كان هناك من مول ومن مون ومن ساعد هو ده الحسن عبدالله الحسن عبدالله والده دكتور في امريكا دكتور باطنة في امريكا بقى له عشرين سنة مهاجر جيه مصر اربع مرات والولد معه جنسية امريكية معهش جنسية امريكية قال لعنط الله عليه وعلى اللي رباه الولد اللي قدامنا عهات بنشوفها واحنا في الزمن في هذا الزمن بنشوف عهات بيتكلمه بيقوله الفقر والجهل والبطالة بقوله انتو مش فاهمين اللي بيتكلم بيقوله ان الارهاب نتيجة الفقر بقوله انت مش فاهم بيقوله الارهاب نتيجة الجهل بقوله انت مش فاهم الارهاب نتيجة الجهل بقول له انت غلطان ادي واحد ابوه دكتور باطنة في امريكا بقى له عشرين سنة والارهاب اللي كان جاي من المانيا بيحاول يخش على داعش قعد في المانيا انا بقول ليس هناك علاقة بين الافكار المتطرفة بين الشذوذ الفكري وبين المستوى المعيشي او التعليمي لا رابط بينهم افكارنا في افكارنا التاريخية اللي كنا نتكلم فيها على الارهاب افكار بالية افكار قديمة افكار غير صحيحة موجهة الارهاب لابد ان تكون موجهة مش الارهابيين بس الارهاب منبع الارهاب كتب الارهاب افكار الارهاب تصريحات الارهاب مؤسسات داعمة للارهاب مؤسسات بتمثل رافض فكر الارهاب معركة لابد ان تكون شاملة من تهتز اياديه يخرج من المعركة من تهتز عقله ويهتز وجدانه يخرج من المعركة المعركة لا تحتاج إلا الرجال المعركة لا تحتاج إلا الشرفاء المعركة طويلة ومستمرة من يجد في نفسه خواء يخرج من المعركة